طيب أنا حنقل الحديث لأنه معنا رجل طبعا أنا حنقل الحديث أنا عايزة أسألك أستاذ إيهاب هل الأعباء الجديدة اللي بقت على الأسرة بمعنى إيه؟ النهاردة الرجل بيشتغل وده طبيعي جدا أن الرجل يكون مسؤول على البيت بس كمان بقى فيه ست مسؤولة عن البيت وفيه مرأة معيلة بتعول الأسرة بشكل كبير والمرأة المعيلة موجودة يعني في كل الطبقات اللي هي بتبقى أحيانا هي اللي بتقود سفينة الأسرة لظروف هي أم الوحدها الأب ظروفه ما تنفعش الأب مسافر أيا كان هل ده اللي خلى المرأة مرهقة طول الوقت عليها أعباء بره وأعباء جوه فبالتالي بدأت تصرخ وتقول لا طب أنا بقى ما عليش توضيب التلاجر طب أنا بقى ما عليش يعني هل ده سبب من الأسباب عدم التقدير؟ أنا يعني أنا متهم في مصر بأن أنا رجل متحيز للمرأة فأظن كلامي النهاردة هيبقى مجروح يعني لكن أنا ما دلت متمسك نعم عاكس يعني فيه أغلبية موجودة هنا على لأسود لجمهورك هيبقى هيبقى يعني متشكك هو ليه الرجل ده إلى أي مدى متحيز للمرأة ده يعني لكن أنا فعلا أنا أرى كده أنا أرى أن المرأة في المجتمع العربي والمصري هي مقهورة بكل أحوال يعني يعني هي مذاكت لحد النهاردة هي بتنزل الشغل بتاعها وتساوي الرجل وتضهيف مصاريف البيت في قرام زيك لسه وغدا دوارها الأسية ما تغيرتش خلص يعني لسه بتاخد العالة وديهم مدرسة وتعمل له فطار وتجي من الشغل تعملها الغداء والتمرينات وبعد كده تشبع الرجل جسديا وتشعره فجريا وتنظف له كل حاجة فهي وغدا دور الرجل في حكم الشغل وتصرف وبتساعد في نفقات البيت وفي نفس وقت ما ذيلت بتعمل دورها الأصلي يعني في البيت فلما نجي نقول للراجل طب شارك يا رجل الشرقي طب شارك في البيت زي ما تشعرك ممكن تخسر اتبقى ويقولك أنا مخسرش اتبقى أنا رجل طب اعمل مش عارف تنظف معها لا أنا ما عملش ده طب إذا انت سمحت لها بنات تاخد جزء من دورك وتساعدك طب ما تساعدها في الدور بتاعها فالمرأة أصل مرحلة أن هي مفجرت بقى انت يقولك النسبة الطلاقة عددت 50% النهاردة طب شير هدومك يا أخي أنا خلاص انفجرت فلحصل النهاردة أنا بحذر منه من سنين طويلة من يا جماعة المرأة هي جعلها دور وخلي بارك إحنا ككوتشيز ومتخصين دايما بقالنا عشر سنين بنقول نفس اللهجة ومن غيرهاش هي هي حافظي على بيتك الراجل اللي تقالبات تحملي تحملي ما عندناش بنات بتطلق ما عندناش مش عارب يا جماعة في ايه فهل ينفع أن الناس اللي تطلع تقولك والله المرأة غير ملزمة بكذا وكذا يعني احنا كمان قربنا نقولهم مين هيفتح الباب ومين هيكوي ومين هيكلم الولاد يعني هل وصلنا للمراحل دي الكستريم ده ده نتيجة طبيعية للتطرف يعني أنا لما أفضل أضرب في حد أضربه 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 لازم ينفجر في الآخر ويأثور فاللي أنا بقول عليه اللي حصل النهاردة ده هو جرس إنذار من فضلك وركزوا مع اللي بيحصل شوية أنا طبعا ضد اللي بيحصل ده كل ده عبس طبعا للخلافات اللي زي دي كل بيقولوا ده كلهم برندات كل عايز تطلع تريند كده عشان يتشهروا كل الناس اللي قالوا ما احترامي كل الأسماء دي كلها لكن هي كلها هدفها معروفية هدفها معروفية يعني هما مش بيصعوا لإصلاح الأسرة لكن بيصعوا لعمل ضجة في واحدة طلعت قالت الست مش مسؤولة إنها تشوح كبد الجزء بالليل وكانت بقت تريند ومانشيط عالي جدا 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 ما خلاص بقى الدنيا بقت كده ترجمة نانسي قنقر